بدون سابق انذار أغلقت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل بلدة سنجل شمال شرق مدينة رامالله وذلك بحجة تأمين الحماية للمستوطنين بعد ليلة استفزازية عمضوها بالرقص والغناء على مداخل البلدة بذريعة تأمين الراحة للمستوطنين يناغص الاحتلال حياة أكثر من ثمانية ألاف مواطن من بلدة سنجل شمال شرق مدينة رامالله فبعد ليلة استفزازية أمضوها المستوطنون على مداخل البلدة بالرقص والغناء كما أفاد الأهالي الذين استيقظوا على هدير جرافة الاحتلال التي قدمت بتعزيزات عسكرية لإغلاق مداخل البلدة الشمالية دون سابق انذار بالسواتر الترابية والتي تبعها إحداث أضرار في ممتلكات وأراضي المواطنين بدون سابق انذار هذا عمل تعسفي ودائما مش أول مرة بسكروا مداخل سنجل حتى الشكف اللي لازالة محطوش بعين الاعتبار هم خربوا الأرض اللي كاعدين بنسبوا منها وبخرفوا شكف سيارات ودائما هذا الاشي بحصل تشيل ثلثة أربعة أشهر بتدعو بقول لك إننا إحنا نضربنا إحنا نضربنا بس يا عمي ليش تاني ميجوا سكروا مداخل البلد اللي عاقبوا ثمن تلاف نسمة هذا الاشي ما بصير هذا الحاجي ميجينا عليهم كنا لهم يا عمي طردونا وقالوا اطلعوا لفوق وبدهم يتخوا علينا مبارح بالليل إيه جوهانا صاروا يركسوا وصاروا يغنوا يعني مثل شيء بتحركشوا في العالم يعني تعالوا إحنا بدنا مشاكل هم اللي كاعدين بقول بدنا مشاكل وبتدعو إنا بنضربوا إغلاق مداخل بلدة سنجل بهذه الصورة أعاد للذاكرة مشاهدا من أحداث الانتفاضة الثانية والتنقل بين الكرة والمدن إذ كان على الفلسطينيين استخدام كل سبيل التنقل والاعتماد بشكل أساسي على الدواب كما حال المزارع نعيم فقهى ابن بلدة سنجل اليوم صراحت على منطقة اسمها مرج عرزل كانت الطرق سالشة يعني ما فيش أياتة إشي فقضيت غرضي في مرج عرزل ورجعت والله هما بيسجروا في أول مدخل البلد اتفجعنا ما فيش إشي يعني حاولنا نيجي ندخل على المدخل الثاني اللي هو المدخل الثاني مسجر هذا المدخل يجينا تنطلع منا معرف ناس تمنى لفينا من هذا من بين الزتون وطلعنا فهذا إشي بعتس علينا يعني إن نروح ونيجي نقضي حاجاتنا نقضي شغلنا مازال الدواب هنا هي تأي الدواب احنا بنقول السيارة سجرت على السيارة أما الدواب المسجر عليها أنا هي كنت يعني دابة بتعرف نمرك بحسب المواطنين فإن الجزء الأكبر من أراضي البلدة تحديدا في المنطقة الشمالية يحاول الاحتلال السيطرة عليها وذلك من خلال إجراءات عدة منها قطع الطريق على المزارعين ومنعهم من إعمارها والتواجد فيها من بلدة سنجل شمال شرق مدينة رامالله محمد حسين رؤيا